اشتركوا في القناة على مدى 42 سنة وافخر ان انا خدمت الثقافة ووزارة الثقافة مدة طويلة جدا ولازلت في مجلس ادارة دار الأوبرا وعندي افكار كتيرة جدا جدا متصلة بالأوبرا والفنون علشان خاطر نخدم بها السياحة يعني نفسي او يا سيدي الباشا اوصل الى ننعين مصر عشان اقدم لها كل اللي فقداني من ناحية الأوبرا ومن ناحية الخدمة للسياحة ومن ناحية الفنون وادم وردة لكل واحد يساعدني في الحكاية انت سمعت الشيخ محمد رفعت طبعا يا السلام على الشيخ محمد رفعت والأدان بتاعه كمان سمعت الأدان اما في رمضان بقى كل يوم الأدان بتاعه على الشرق الأوسط بنسمع الأدان بتاعه وبحب قوي الشيخ محمد رفعت وطبقات صوته اللانهائية وإمكانياته التنفسية أنا مغني بقى وعارف يعني ايه بقى الواحد يغني وياخد النفس ويقسمه ازاي وبتاع من دا الراجل ده هو كان عبقاري في الحكاية فؤاد تمثله انت بقرابة كلنا قرايب من قادة محاوة ولكن انا عايز اقول لحضرتك طبعا فيه سلة قرابة معينة من من سلالة محمد علي الكبير وبنته وهي جدتي بنت محمد علي باشا هي جدت حضرتك مش جدتي جدتي جدت 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 وبدودي يعني نازلين من ناحا وبدودي اه الأميرة النازلية هانم زهرة باشا أول ما جاءت اسمها زهرة باشا وبعدين جدي أنا اللي اتجوزها اللي هو محمد علي كامي سمها هو كامي اسم مصري نظريات كتير فيه ناس بيقولوا باللغة العربية كامي يعني كامي يعني فارس راكب الحصان بتاعه ماسك السيف بتاعه كامي حضرتك قلت كامي كامي يعني كامي كامي وهو الفارس يعني كلمة كامي دي طلعت من كامي دي كويس تفضل فيه ناس بيقولوا مثلا دي ده اسم وزي ما هو كامي في الآلهة اليابانية كلمة كامي يعني المسجد باللغة التركية يعني فيه كذا حاجة نعم والوحيد اللي بيتمتع بلقب كامي في عائلتنا هو الابن البكري بتاعه يا محمد علي كامي يا حسن كامي حضرتك اقدر اقول دي اصول تركية والدي او جدي الاصلي جاي من اسطنبول ومحمد علي باشا طبعا جاي من مقدونيا من مدينة قبلة في اليونان امور الشريح المصرية في حضرتك من مين انا بقى مصري وابويا مصري ايو من افاهم كلنا مولدين في مصر يعني اه لا اقصد مين الوالد عايش في مصر اه يعني انا بقول لحضرتك انا عايشنا في مصر من سنة 1887 او سبعة او تمانية اه كويس ما مروحناش حتة خالص وكلنا مصريين امم وكلنا عايشين في مصر واشتغلنا في مصر وخدمنا في الحكومة المصرية وخدمنا في الجيش المصري لغاية سنة 1918 وبعد كده مين الشيخ اللي علمك العربي اه احنا كنا في الجزويت وكانت اللغة العربية لغة اساسية لان واحد راجل اه كاهن اللبناني اسمه جابريل عقيقي كان جامد قوي في اللغة العربية اه وعلمنا القواعد العربية من كتاب اسمه رشيد الشرطوني ولكن جدي الله يرحمه وانا كنت عايش في بيته كان خايف لا تكون المدرسة مدرسة خواجات يعني وفرنج وبتاعم فجاب لنا شيخ في البيت اسمه الشيخ فاهمي انا فاكره كويس اوي بس انا كنت بغلبه لانا كنت جامد جدا في اللحو وكنت جامد جدا في اللغة العربية وطبعا كنت استفدت منه ان انا حفظت ايات كتيرة من القرآن واتبصت لقي مثلا اه وانا سايع العربية او ركب جنب حد بيسوق العربية وقرآن بيقرأ انا كمل الاية يعني بحب اوي وقريت القرآن وطبعا لما تخرجنا من كلية الحقوق وكنا بندرس الشريعة الاسلامية وبندرس المواريس والحاجات دي كلها ايات قرآني حاول لحضرتك حاجة لما كنت في كلية الحقوق سنة ثالثة كانت العملية بتاعت المواريس